فإذا قال قائل ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم فالجواب أن سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام ثلاثة القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم أو أن عامتهم فساق فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لله ولرسوله ولأن مضمون هذا القول أن نقلة الدين إلينا كفار أو فساق الذي يسب الصحابة ويقول إنهم كفار أو فساق نقول هذا كفر مخرج من الملة لأنه تكذيب لله ولرسوله ولأنه يتضمن أن نقلة الدين كفار وفساق الذين نقل إلينا هذا القرآن ونقل إلينا هذه السنة كفار وفساق فكيف نقبل قولهم القسم الثاني أن يسب الصحابة باللعن والتقبيح بمعنى أنه لا يقولهم كفار ولكن يلعنهم إذا ذكر أحد منهم قال لعنه الله أو قال قبحه الله كما يحصل من بعض الرافضة قبحهم الله في التقرب إلى الله عندهم يتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر ويصفونهما بأنهما صنم قريش عليه من الله ما يستحقون فهذا في كفره قولان وعلى القول بأنه لا يكفر فإنه يجب على الإمام أن يحبسه وأن يجلده حتى يموت أو يرجع عن هذه المقولة القسم الثالث أن يسب الصحابة بما لا يقدح في دينهم يعني بأمور لا تقدح في الدين كالجبن والبخل بأن يقول فلا من الصحابة كان جباناً كان بخيلاً كان عصبياً يعني سريع عصبياً ونحو ذلك فهذا لا يكفر ولكن يعزر بما يردعه لأن مقام الصحابة مقام عظيم فهم نقلة هذا الدين نعم